اشتركوا في القناة هل كانت الصحراء والقفالي صفراء من حرارة الشمس أم من إيران المعارك والقنابل وهل كان لشروق الشمس معنا أم أنه علامة على قدوم يوم آخر من القتال صباح جديد من سعير جاثم الجميع مشترك في تلك الحرب الحالم لا يزال يتذكر لم نعد ندري هل شارك الناس فيها رهبة من الموت أم رهبة في الحياة تحت أسيز الطائرات بين عدبات المركبات والدبابات وعلى سطح السفن والقوارب والعبارات نتلقف الرصاص والأهوال من الأعلى ومن الأسفل ونحن في دهشة من الأمر نحاول إهام أنفسنا أن كل ذلك لم يكن حقيقة أن ذلك كان مجرد أضغاث أحلام لكن الواقع يجبرنا على تصديق ذلك فقدت البشرية عددا هائلا حتى لا يكاد مكان يخلو من الفقد في مناطق السرع والأرواح حينئذ تتناقص شيئا فشيئا لكن الموت أمر محتم على أي حال ربما لا أحد ممتن لتلك الأيام لكننا جميعا سنتذكرها تماما أشخاصا قصصا وأحداثا تناقلتها الدهور والأسمنة عبر الصفحات التاريخ تناقلتها لا 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 في مرحلة ما ظن الناس أن بانتهاء تلك الحرب سيعم السلام والدف أبدا دهر لكنها حقا كانت مجرة بداية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة